السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنبدأ على بركة الله ما هو زمن المضارع المستمر ومتى يستعمل؟ زمن المضارع المستمر كما ذكرت سابقاً هو من أكثر الأزمنة استعمالاً في اللغة الإسبانية وهو يستعمل للتعبير عن فعل بدأ ولم ينتهي يعني فعل مستمر يحدث الآن مثلاً لحظوا معي رأينا هذه الجملة في درس شراء الألبسة لمن لم يشاهد درس سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف هذه هي صيغة المضارع المستمر يتكون من فعل في الزمن الحاضر وصيغة التي نشكلها حسب نهاية الفعل مثلاً الكل يعلم أن في اللغة الإسبانية للأفعال ثلاث نهايات النهاية الأولى وهي أفعال المجموعة الأولى مثل أبلار أو إير مثل كومير ثم أفعال المجموعة الثالثة وهي التي تنتهي بإير مثل بثير كما رأينا مضارع مستمر يتكون من فعل إستار مصرف في الزمن الحاضر أو في الزمن المضارع البسيط وصيغة الخيرونديو بالنسبة للأفعال التي تنتهي بأر نأخذ جدر الفعل ونحذف النهاية أبلار نحذف أر ونضيف أندو نضيف المقطع أندو لتصبح لدينا أبلاندو كيف أقول أنا أتحدث أنا بدأت الحديث ولازلت أتحدث فكر قليلا أما بالنسبة للأفعال التي تنتهي بإير أو إير نضيف المقطع إييندو إييندو كومير نحذف النهاية إير ونحتفظ بجدر الفعل الذي هو كوم كوم نضيف إليها يندو لتصبح كومييندو كيف أقول أنا أكل أنا بدأت الأكل ولازلت أكل الفعل حدث أو بدأ ولا زال يحدث وكذلك بالنسبة للأفعال التي تنتهي بإير مثل الفعل ببير والذي يعني عاش يعيش ببير تصبح بيبياندو بيبياندو كيف أقول أنا أعيش ممتاز estoy بيبياندو estoy بيبياندو الجميل في زمن المدارع المستمر هو أن سيغات الغيروندو لا تتغير يعني الفعل يبقى على حاله يجب علينا فقط النطق استعمال أو تصريف فعل estar أنا أتحدث عن الهاتف أنا أتحدث عن الهاتف الآن على الهاتف اللي كي أقول على الهاتف أقول كيف أقول أنا أتحدث عن الهاتف جيد استعمال فعل hablar estoy hablando por teléfono estoy hablando por teléfono لا تنسوا كتابة الأجوبة في التعاليق تذكرون كيف أقول zamiili أو zamiilati في العمل mi colega جيد كيف أقول أنا أتحدث على الهاتف مع زamiili أو zamiilati في العمل estoy hablando por teléfono con mi colega estoy hablando por teléfono con mi colega الآن أنا أتحدث مع جاري عبر الهاتف جاري رأينا جار أو جار vecino أو vecina كيف أقول أنا أتحدث مع جاري عبر الهاتف جيد estoy hablando por teléfono con mi vecino estoy hablando por teléfono con mi vecino فعل فعل أتى يأتي هو venir venir كيف أقول هل يمكنك أن تأتي من فضلك جيد هل يمكنك أن تأتي من فضلك أنا أتحدث عبر الهاتف هل ستذكرون كيف أقول لحظة Un momento Un momento Estoy hablando por teléfono Un momento Estoy hablando por teléfono لك أقول مع من مع هي con con quién مع من quién هي من تستعمل لسؤال عن الشخص من مع من con quién الآن كيف أقول أو كيف أسأل مع من تتحدث مع من تتحدث أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق ممتاز ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué va aقول? ¿Limadda turidu an ta'arif? ¿Ted con un fial ma'arifa? Saber ¿Limadda turidu an ta'arif? ¿Por qué quieres saber? ¿Por qué quieres saber? ¿Cómo se trata? ¿Por qué? Fihl السفر ممتاز أذكركم أن الضمائر الشخصية في اللغة الإسبانية ليس من الضروري ذكرها ممكن أن نقول فقط الآن صديقتنا تتحدث عبر الهاتف وتقول مرحبا خوان أين أنت الآن؟ أولا خوان دونده استاس أورا؟ أولا خوان دونده استاس أورا؟ يجيبها خوان ويقول أنا مع ماريا و بابلو كيف أقول أنا مع ماريا و بابلو جيد في المطار في المطار هي en el aeropuerto en el aeropuerto الآن كيف أقول نحن في المطار؟ أدعوكم لترك الإجابات في التعاليق ممتاز estamos en el aeropuerto كيف أقول؟ أنا مع ماريا و بابلو و نحن في المطار فكر قليلا؟ ممتاز estoy con ماريا y بابلو y estamos en el aeropuerto الآن كيف أقول؟ نحن مسافرون إلى تركيا تركيا باللغة الإسبانية هي تركيا تركيا estamos viajando a تركيا الآن معنا فعل تربخار 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 في الصغر الجرون ديو يصبح تربخاندو تربخاندو كيف أقول؟ هم يعملون هم يعملون ممتاز إذا كان لديكم مشكلة في تصريف فعل إستار أدعوكم لإعادة مشاهدة درس تصريف فعل إستار في المدارع البسيط سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف لكي أقول في الآوينة الأخيرة أو مؤخرا أقول في الآوينة الأخيرة أو مؤخرا كيف أقول؟ في الآوينة الأخيرة أنا أعمل كثيرا في الآوينة الأخيرة أنا أعمل كثيرا باستعمال المدارع المستمر ممتاز متوتر متوتر باللغة الإسبانية هي أدعوكم لترك الإجابات في التعالق أدعوكم لترك الإجابات في التعالق أدعوكم لترك الإجابات في الآوينة الأخيرة أو مؤخرا كيف أقول مؤخرا أنا أعمل كثيرا؟ ممتاز الآن لنرى فعل من المجموعة الثانية وهو فعل أثر الذي ينتهي بإير قلنا أن الأفعال التي تنتهي بإير أو إير أضيف يندو أث يندو لتصبح أث يندو أث يندو لنتدرب على استعمالها في جمل كيف أقول؟ ماذا تفعل؟ أو ماذا أن تفاعل؟ أي ماذا تفعل الآن؟ فكر قليلا ممتاز كيف أستسافيندو؟ كيف أستسافيندو؟ ماذا تفعل؟ أجيب أقول كلمة أورا ميسمو أورا ميسمو تعني الآن في هذه اللحظة لأن الآن هي نسبية ممكن أن أقول الآن وأعني بها العصر الذي نعيش فيه أو الوقت الذي نعيش فيه مثلا أورا هي نسبية أو هي غير محددة ولكن عندما أقول أورا ميسمو أورا ميسمو رأينا في الدرس السابق فعل تساءل يتساءل كيف أقول؟ أنا أتساءل أنا أتساءل ماذا يفعل خوان؟ كيف أقول؟ أنا أتساءل ماذا يفعل خوان؟ أو ماذا يفعل خوان؟ ماذا يفعل خوان؟ ممتاز كيف أقول؟ لكي أقول في هذه اللحظة هي en este momento يعني في هذه اللحظة كيف أقول؟ أتساءل ماذا تفعل خوان؟ في هذه اللحظة أدعوكم لترك الإجابات في التعاليق في هذا الدرس نحاول أن نتعرف على أفعال جديدة مثلا فعل التنظيف مثلا كيف أقول؟ هي تنظف هي بدأت تنظف ولا زالت تنظف أي في المدارع المستمر ممتاز ella está limpiendo أو فقط está limpiendo está limpiendo limpiar ينتهي بأر ولذلك أحذف أر وأضيف أندو لتصبح limpiendo limpiendo أتساءل ماذا تفعل ماريا في هذه اللحظة me pregunto فكر قليلا ممتاز كثير كثير هي تطبخ بدأت ولا زالت تطبخ أي في المدارع المستمر está cocinando أحسنت está cocinando me pregunto ما هي تطبخ فعل التعلم أنا أحب كثيرا هذا الفعل أبرندر أبرندر فعل تعلم يتعلم أبرندر كيف أقول كيف أركب صيغة الخيرندر لفعل أبرندر هل أقول أبرندندو أو أبرندندو أكيد أبرندندو أبرندر ينتهي بإر ولذلك نضيف المقطع يندو لتصبح أبرندندو جيد كيف أقول أنا أتعلم جيد estoy aprendiendo estoy aprendiendo عبارة شيئا فشيئا باللغة الإسبانية هي poco a poco poco تعني قليلا poco a poco تعني حرفيا شيئا فشيئا كيف أقول أنا أتعلم الإسبانية شيئا فشيئا فكر قليلا أدعوكم لكتابة الأجوبة في التعاليق والجواب هو كيف أقول هم يتعلمون الإسبانية شيئا فشيئا أحسنت فلويدو فلويدو فلويدا تعني التحدث بطلاقة فلويدو للمذكر وفلويدا للمؤنت يعني يعني أنا أتحدث الإنجليزية بطلاقة كيف أقول أنا أتحدث أنا أتحدث الإنجليزية فلويدو 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 بوكو 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 تذكرون فعل الاستماع الإستماع للموسيقى ماذا يفعل أخوان كيف أقول ماذا يفعل أخوان بضع توانيلي التفكير كيف أقول إنه يستمع إلى الموسيقى أدعوكم لترك الإجابات في التعاليق تذكرون كيف أقول قرأ يقرأ لير لأكون صيغة الخيرونديو لفعل لير أخذ جدر الفعل الذي هو ل أحذف ر وتبقى ل ثم أضيف يندو لكن هنا يلتقي الحرفين الصوتيين إ وإ فتصبح إ إجريغا لتصبح ليندو وهذه من الحالات الشاذة في الأفعال سنراها إن شاء الله بشكل مفصل أكثر في تمارين في فيديوهات قادمة لير تصبح ليندو ليندو أكتبها ب حرف إغريغا ليندو الآن كيف أقول إنها تقرأ كتابا جيد كيف أقول إنها تقرأ كتابا مثيرا للاهتمام أدعوكم لكترك الإجابات في التعالق بدأوا بدأوا اللعب ولا زالوا يلعبون جيد لس نينيوس أفير فعلت فعل شيء يعني يعني فعل شيء ما مثلا كيف أقول أنا أحاول أن أنا أحاول أن مثلا أنا أحاول أن أعمل جيد وبيهذا نقول قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس والآن سنجيب عن سؤال التمييز للدرس 17 السؤال كان هو أتساءل عما إذا كان بإمكاني مقابلة تجارتي في هذا المطعم والجواب كان أشكر كل من أجاب عن سؤال التمييز وشكر خاص للمساميزين لهذا الأسبوع وإيمان السلبي شكرا لكم شكرا لكل من أجاب على سؤال التمييز و سؤال التمييز لهذا الأسبوع هو كان هذا هو درسنا لليوم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر